سبحان الكلبة السر العظيم بدنا نحكي شوي بالنسبة لدير مار مارون ومن المار شربل العجايب اللي اليوم نسمعها من سنوات أولاً في خلفية لدير مار شربل مار مارون الناس بياخدوا مار مارون يعني مار شربل فيها شيء من الصحة بس لازم نواحد وضح مار مارون مار مارون أديم أديم جداً عاش راهب على ضفاف النهر العاصي في جوار أنطاكي كان حواليه رهبان كتير وكان على اتصال مع القديس يوحنفم الزهب بطرق الاستنطاني لما كان في المنفى تعرف الملكي في ذوكيا كانت تتهدو وكان على اتصال معه هذا مار مارون مار شربل شربل مش شربل الحالي شربل اسم شهيد مسيحي من القرن التاني في جوار أنطاكي باليوناني باليوناني ما في حرف الشين في السين بالسين والباق ما في باق بالضبط إلا في بعض الظروف في في فباليوناني الشهيد اسمه سير فيليوس سير فيليوس شربل من قرن التاني هلأ منيجي لمار شربل الحالي او قبله مار مارون الحالي اليوم بلبنان مثلا الكنيسة المارونية هي الكنيسة الكاتوليكية الكبرى الكنيسة المسيحية الكبرى في لبنان انتماءها الأصلي مش لمار مارون اللي ذكرناه ولكن ليحن مارون يعني اليوم لما بعدوا البطرق الكاردنال مار بشارة بطرس الراعي هو البطرق رأم كذا عند الموارني بعدوا من يحن مارون مش من مار مارون بظروف معروفة في القرن السادس والسابع اتهدات للمسيحية وإلى آخره طلع واحد من رهبان مار مارون راهب ذكرتي أبا ضاي ضريب عصى يعني جمع جمع من تلميزو وحارب ودافع عن المسيحية قاموا عملوا انتخبوا بطرق وكان أول بطرق للكنيسة المارونية ما كان كنيسة مارونية فاليوم لما بعدوا البطرق الراعي هو رأم كذا بالنسبة له هذا مار مارون هلا مار مارون اللي حكينا عنه له ديوره في العالم كله في العالم كله من الجملة في دير آآ بشمالي لبنان على اسم مار مارون مار شربل نحكي عنها مار شربل سألتيني عن مار شربل مار شربل ولد في تمانية أيار سنت الف وثمانمية وثمانية وعشرين يعني مية ويمين أكبر بني أنا بعشرة أيار تسعة وعشرين ثمانية وعشرين من وهو صغير تربى في بيت مسيحي مؤمن ماروني وحب العزلي والترهب بيه توفى لما كان عمره هو ثلاث سنين توفى كان في قطاع طريق نصبوله كمين وقتلوه أمه رجعت تزوجت وتعبت في تربيته و كان دايما ميال الصلاة والتأمل هيك تربى في البيت كان يروح يرعى الغنم هم ولكن يترك الغنم بالحال ويلائم غارة يروح يصلي فيها الغاية بلا طول سيري آآ راح انتمال الرهبني سموها اللبناني الماروني اللبناني الماروني دخل عمل ابتداء بيعملوا ابتداء يعني مدة سنتين مدة سنتين بكونوا منقطعين عن العالم بتعلموا قوانين الرهبني تابع هون متل ما تعلمنا قوانين الجمعية البولصية وبعيشوا بالعزل الكامل وبالتأملات وبالصلاة والآخري ورجع عاش مدة ستعشر سني في دير مارمارون اللي بعنايا هونيك قريبة من الدير على مسافة اثنين او ثلاثة كيلومتر بس عالي اعلى بكتير في منسك على اسم القديس بوترسوبولوس الرهبان اللي بيسمحول هون ما بيسمحول هون مكان يعيش ناسك ناسك يعني حياة تأشف كلي حياة صعبة جدا ابدى الرغبة انه يعيش بهالممسك رئيس الدير دير مارمارون تردد كتير بعده شاب طالع جديد ويمكن ما تحمس اكتر من اللازم تردد كتير صار معه شبه عجوبي هي خلت الرئيس الدير يوافق له على الطلبة بتعرف بهاديك الايام لا في كهرباء ولا في في انديل سراج طلبنا الاخ يعبلو يا زيت لانه فرغ بالغلط راح الاخ عباه مي عبى الانديل مي هالسراج ضوى بالليلة ضوى بالليلة ومعروف انه فاش عنده انديل بقى انتشر الخبر ويعرف الرئيس الدير سمح له يعيش في المنسكي عاش هونيك آآ 23 سنة من 15 شباط 1875 راح المحبسي عاش 23 سنة بالمحبسي بس شو حياة تأشف صارمة جدا الاداسة ما بيدها دعاية يعني لحقته الناس بتشوف الدورة بلبنان خصوصا وين في دير بيكون على راس تلي بعيد يعني لما بيأسسوا الدير حريصة عنا دير ببلادي اسمها فاترون كان يقولوا خوته الكواتلي الكواتلي يعني الكاتولي يكون يسمون الكواتلي شو جابون هون الووية ما بتسكن هون شو بوصل هون يعني هالرهبان بيطلبوا الخلوة الصمت تأمل الاتحاد مع ربنا الصلاة هدا شوي شوي الناس بلحق هون الناس بلحق هون هيك صار معرمار شربي كترة الناس اللي تطلع على المنسكة تطلب صلاة هلش اللي يخلى الناس تطلع لعنده عنده يعمل عجايب بهديك الفترة ما هدا هو بلش يعمل عجايب بهو بالمنسكة يطلبوا شفاء كذا يطلبوا واحد ما بيجيها أولاد تطلب يجيها أولاد يعني وكله مسجل وموسق في سجلات مكتبات كبرى في دير مرمارون هونيك بقى طلع وسكن هونيك عاش 23 سنة هلأ ليلة 16 كانون الأول برد وزم هرير ودنيا 16 كانون الأول يعني كم يوم قبل عيد الميلاد قام بده يقدس صابتو نوبة فالج هو عم بقدس حامل الكاز وعم بيصلي صلاة بالتقصي الماروني صلاة يا أبا الحق تصير تأربط بالكاز ما كانش يترك الكاز شافوه بده يوقع الخانم اللي معه سندوه الشاتول كاز تأشيط من إيده حتى ما أخدوه ضل لا 24 كانون الأول ألم كتير توجع كتير الحق ولكن ضل يتمتم الصلاة اللي ما كملها يا أبا الحق فليلة عيد الميلاد بالذات أسلم الروح هاي سنة الألف وثمانمية وثمان وتسعين هاي كانت سنة الألف وثمانمية وثمانية وتسعين هلأ شو عملوا الناس كلها اللي تعالي الميلاد بالكركي والآخري دفنوا في مقبرة الدير خارج الدير في مقبرة للرهبان دفنوا فيها ضلوا مدة شهرين كل الناس بالمنطقة يشوفوا النور طالع منها بقى رفعوا الأمر لرئيس الدير أباتي وأخذوا أذن من البترك الماروني نقلوا الجسمان الجسمان الشربيل لتابوت جديد دفنوا داخل الدير يعني كان بالمقبرة العمومية تبع الرهبان نقلوا التابوت جديد لداخل الدير محل ما هو هلأ يعني أنا لما بروح بشوف هين هو وهنيك بلشت الجموع تيجي وتلاحق عجايب ووسائق والآخري سنة الالف وتسعمية وخمسة وعشرين طلبوا دعوة تطويبه من قديس من البابا بيوس الحادي عشر بعدين سنة الالف وتسعمية وخمسين هون بتبلش عجايب القديس شربيل اللي أنا عشتها وعرفتها يعني كان كان موجة رهيبة في لبنان سنة الالف وتسعمية وخمسين أخدوا لجنة طبية من أطباء بأمر بكركة بأمر البطراكية المارونية لجنة من رهبان ومن أطباء علمانيين لحتى يكشفوا على الجسمان كشفوا على الجسمان وعملوا تقرير طبي انه لقوا بعدوا متل ما هو رجعوا دفنوا ورجع يرشح دم ومي لما بتروحي لهنيك بتشوفي متل معرض قديش البدلات الكهنوتية التياب كلها مغرقة بالدم نشرينها رجعوا سنة الالف وتسعمية واربعة وخمسين البابا بيوس الثاني عشر أمر بفتحة الدعوة الرسمية بتعرفي لحتى يعلموا واحد قديس بده إثبات عجيب واضحة يعني مش مين ما كان بيقوله ناس بتحكي كتير بده أطبه متل ما اليوم بيصير بيلورد بيصير بفاطمة في ناس يعني يعني في أطب بروحوا ملحدين لحتى يبينوا أنه هالشي اللي بتقولوا عنه عجيب غلط بروح ليشوفوا يبينوا أنه غلط برجعوا هني ذاتهم مؤمنين بخمسة كانون الثاني سنة الخمسة وستين البابا بولوس السادس في ختام المجمع الفاتيكاني الثاني أعلن قبول الدعوة للتطويب وأخيرا في تسعة تشرين أول سنة السبعة وسبعين كان إعلان القداسي كنا صرنا بالحرب في لبنان يعني نص لبنان راح على بس أنا كرئيس عام والحرب ما قدرت ووح بعثت يمثل الرهبن البولسي في حفلة تطويب بروما المرحوم الأب جورج فخوري كان معي في الدير الأب جورج فخوري هو معلمي في الأدب العربي أخوه ليحنى فخوري الأب يحنى فخوري نان إخوة كانوا بالدير البولسي بعت الأب جورج فخوري ليحضر باسم الجمعي وكلفته أنت رايح على روما استفيد من وجودك في روما بترجع لي المكاتب المكتبات اللي بروما أعطيته أسميها وخصوصا مكتبة الأباء البيض اللي ماسك مدير مدرسة الصلاحية كانوا الأباء البيض دير هنا الرئيسي في روما قلت له بتروح هونيك بتتنبش لي على مخطوطات عن المطران جرمان سمع أد لمؤسس تبع الرهباني كان نايب بطرياركي في الأدس وأول فوج جابوه لي للرألة كليركية استقبله هو في الدار البطرقية وضل على اتصال مع الأباء البيض قلت له بتروح بتنبش لي هونيك شو فيه بتلاقي ليه خلصت حفلة التطويب يومين تلاتي أنا كنت قيله بتقدر تضل بروما شهر شهرين لحتى تنبش لكل المخطوطات فقته نهار وقال لهو بالدير صار وصل بالليل يا ابونا شو ليش راجع بالليل مستعجل هيك قال لي بسيطة طبعا أنا كرئيس عام أعطيه المصاري والعطيه مشان مصروفه مشان كذا طلع من الأدس اجي اللي عندي قال لي هذا الحساب سلمني آخر قرش الثاني اليوم بالليل صابوا سكت قلبيه وضل رايح كأنه شاعر سلفا مع أنه قيله يضل بروما ويحضر تطويب الإديس شربيل وهيك صار يعني الواحد به بقى هذا الإديس شربيل العجايب اليوم لا تعد ولا تحصى من كل الطوايف من كل المناطق في لبنان بروحوا على مار شربيل هلا كثير بقولوا دير مار شربيل وكثير بسموه دير مار مارون هو الدير مار مارون ضريح مار شربيل لما نقلوه نقلوه للدير فهو ناس بقولوا هيت ناس بقولوا هيت